في مؤتمر صحفي المشترك مع ناظره النمساوي أليكساندر شالينبيرغ أكد وزير الخارجية الأوكراني وديم بريستايكو أن أوكرانيا طبقت جميع الشروط الرامية إلى عقد قمة ربعية نورماندي وأن الأطراف تبحث تحديد موعد لعقدها بحث الوزيران المساعدات الإنسانية المقدمة من النمسا إلى أوكرانيا كما ناقشا فرص الاستثمار في البلاد حيث أشار بريستايكو إلى أن النمسا تعد أحد أكبر المستثمرين في أوكرانيا نقشنا مجموعة كاملة من القضايا نشكر زملاءنا النمسويين على المساعدة التي قدموها طوال هذه السنوات من أجل مواجهة روسيا في الشرق علاقتنا أوسع بكثير وخاصة في قطع تجارة حيث تحتل النمسا مكانة رائدة فيما يتعلق بالاستثمارات تقدم النمسا مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا وقد تم بالفعل تخصيص شريحة بقيمة مليون يورو من أصل 37 مليون يورو هذا يعني أن لدينا تقاليد منذ سنوات لتقديم المساعدات الإنسانية وسوف ندعم أوكرانيا دائما نحن ندعم الإصلاحات لأن أوكرانيا ليست فقط شريكا للنمسا ولكنها أيضا شريك للاتحاد الأوروبي بأكملها